ولا شك أن صيام هذا اليوم المبارك هو شكر لله تعالى على ما تفضل به على عباده من إنجاء موسى عليه السلام وقومه من فرعون وقومه هذا الشهر عموماً أعني شهر الله تعالى المحرم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الصيام فيه وخاصة الصيام في أيام الاثنين والخميس فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأعمال تعرض على الله تعالى في يوم الاثنين والخميس قال عليه الصلاة والسلام فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ولا شك أن اتباع الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك له به أجر عظيم باتباعه للسنة قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري قال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك دل هذه ولا فاضل على عظم أجر الصيام وأن الإنسان ينبغي أن يحرص عليه وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة سبعين خريفة باعد الله بينه وبين النار مسيرة سبعين خريفة وقال صلوات ربي وسلامه عليه أيضا مادحا الصيام قال إن للصائمين إن للجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون قال فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد بعدهم أو أحد غيرهم دل هذه ولا فاضل على أن صيام الإنسان خاصة للعاشر من هذا الشهر الكريم من شهر الله تعالى هذا الشهر العظيم من شهر الله تعالى المحرم أن الإنسان مأجور عليه بإذن الله تعالى وأنه عند الله جل وعلا له به ثواب إنما أنبه هنا إلى مسألة هامة وهي أن نبي عليه الصلاة والسلام لما صام هذا اليوم نبه صلوات ربي وسلامه عليه على أهمية مخالفة اليهود فأمر صلى الله عليه وسلم أن يصام يوم قبله أو أن يصام يوم بعده فقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصوم قال لئن عشت إلى قابل يعني لئن عشت إلى السنة القادمة لأصومن التاسع والعاشر وأمر صلى الله عليه وسلم أن يصام يوم قبله معه أو يوم بعده إذن السنة أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر من شهر الله المحرم أو أن يصوم العاشر والحادي عشر فإن لم يفعل هذا ولا هذا فإنه إذا صام اليوم العاشر فقط فلا بأس عليه ويعتبر له الأجر بإذن الله تعالى أن الله تعالى يكفر به السنة الماضية نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين وأن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يستعملنا وإياكم في طاعته ونجعلنا ممن يستمعون القولة فيتبعون أحسنه